يرين في حالة ذهول من الصفعة التي أكلها من أي إرميج أوكل قرر هو وائد مغادرة القصر تثق أيضا في الأموال التي ستأتي من الماس فهي ليست على علم بالفخ الذي يعده لها إفراد عندما يدعم أكتوبر والسلطة الفتيات تنهار أي إرميج أوكل لكنها تلتقي بالمساعدة ضيف أيدا ويرين غير المتوقع يزعج جميع خططهم عندما أكتشف أن نيفا الكودريت لديها ابنه بدأ في اتباع ضرب يارين خطوة بخطوة والاقتراب منها من ناحية أخرى سيتعلم كودريت حقيقة كبيرة جدا عن والدة يارين الفيروس تخفي أيضا الماس الذي أخذته من حقيبة إفراد من يارين وتبدأ الفتاتان العمل كخادمات في القصر إنه يبحث عن فرصة لشراء الماس من فتيات الفرات اللواتي في وضع صعب أي إرميج إرميل الذي يشعر بالغيرة من يارين إيكين يريد أن يصاد بنقص الفتيات بينما تعمل يارين كخادمة في منزل كودريت دون أن تعلم أنه والدها تبدأ أيضا في وضع خطط جديدة لهما بالماس في يدها نيفل الذي لا يشك في هوية يارين اهتزت بسبب معلومات مروعة تعلمها بعد مغادرة المهجع يأخذ يارين وإيدا أنفاسهما في اسطنبول تخبر أيضا يارين أنه تم قبول طلب وظيفة في الواقع يسمح لهم بالاستقرار في مكان العمل والمنزل الذي ينتمي إلى الفرات بينما تعاني الفتيات من الإثارة والسعادة لبناء حياة في هذا المنزل لأول مرة يتعلم يارين أن أيضا تكذب عليه وأن مسارات أيضا ويارين تصل إلى نقطة الانفصال ما حدث في عيد ميلاد يارين سيسعج كل خططهم ويقودهم نحو المجهول بينما يسحبهم يارين إلى الحقائق المخفية عنه في ماضيه المجهول أيضا ويارين فتاتان صغيرتان نشأتا في منزل حاضن في برصة تحاول مواساة وحدتهم من فلال قبول بعضهم البعض كأخوة يريد يارين أن يصبح طبيبا من فلال إجراء امتحان الجامعة والحصول على كلية الطبق من ناحية أخرى تاركت أيضا المدرسة الثانوية في منتصف الطريق معتقدة أنها لا تستطيع الوصول إلى أي مكان من خلال القراءة في حين أن كلاهما يريد أن يبدأ حياته الخاصة الآن بعد أن بلغ الثامنة عشرة من عمره فإن مصير فتاتين سيتغير بشكل مأساوي تماما بعد حفلة منزلية ذهبوا إليها تبدأ أيضا في تحويل جميع الأزمات إلى فرص في هذه الرحلة بينما يشرع يارين في رحلة إلى أسرار ماضيه التي يتم إبعادها عنه يعتقد أن الحياة مدينة لهم وإذا لم يتم دفع سداد هذا الدين بحسن الحظ فإن جمعية الإمارات للغوص مصمة على إجراء تحصيل حتى الآن كما تعلم هناك بعض الأوقات في حياة الإنسان لديك صعوبات في التحمل أو هدف تريد تحقيقه أن تحاول تكافح تحاول عدم الوقوع في وضع أفضل أو على الأقل أسوأ تقضي شهورا وحت سنوات ولكن تأتي لحظة تسقط فيها كل حرابك ربما لم يتبق لك سوى القليل من الوقت للوصول إلى هدفك حتى الجود الإضافي بنسبة خمسة مما أنفقته حتى ذلك اليوم قريب بما يكفي ليأخذك إلى هدف السنوات لكن لا يمكنك أن تجد هذه القوة في نفسك وتستسلم في الواقع قد يد هذا لإنخفاض الأخير ضائلا مقارنة بالماضي والتجارب الأخرى لكن هذا لإنخفاض الأخير هو الذي يفيض بالكأس تشعر بالإرهاق أريد أن أبدأ بقول إنني أحب كثيرا الحياة هي ما يحدث لك عندما تضع الخطأ هذه الجملة تبدو لي وكأنها ملخص موجز للحياة الكون يصنع البشر الأحلام ويضعون الخطأ ويأملون باستمرار في هذه الحياة التي نعيشها ولا يعرفون غدا ولكن بعد خمس دقائق ثم ينتظرون أن تصبح حقيقة واقعة هذه هي القاعدة الذهبية للمعيشة وقال صديق أحب كثيرا أن السعادة الحقيقية لا تأتي لشخص مجانا فمن الضروري أن يتم اختبارها أولا الحياة مليئة بالتجارب ولكن كم من الوقت يستمر على هذا النحو كم مرة يتم اختبار الشخص كم مرة يمكن أن يأتي إلى حفة الجرف وبالكاد يتمسك بالحياة أعتقد أن هذا أحد تلك الأسئلة التي لن يتم الرد عليها أبدا إذا فكرنا حتى الصباح إذا تحدثنا لعدة أيام فإن بعض الأسئلة الغير المجدية ليس لها إجابات لذلك أعتقد أنه من الضروري عدم التشكيك في الحياة كثيرا عندما يسأل الناس قد يضطرون إلى التعامل مع سئلة جديدة ما هيك عن العثور على الإجابة على الهامش الأطفال إذا سألتني فهم أكثر الكائنات بارئة في العالم قد ينظر إليهم على أنهم أبرياء ساذجون أشخاص لا يفهمون حقا عن العالم لكنني لا أعتقد ذلك أنا اتفق مع الجزء البريء والنقي حتى النهاية لكنهم يفهمون العالم الذي نعيش فيه بقدر ما نفهم فقط لأنهم يعبرون عنه بلغتهم الفريدة أعتقد أننا لا نفهمهم ومع ذلك فإنهم دائما ما يخبرون الكبار بشيء بطريقتهم الخاصة لكن في بعض الأحيان لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب تقدمنا في السن في العمل أو لأن أعيوننا أعمى بسبب فوضى الحياة وآذاننا لا تسمع عيوننا لا ترى أنا شخص حالمة جدا في بعض المسائل أو بالأحرى أود أن أقول متفائلا سيكون الأمر أكثر دقة بهذه الطريقة على سبيل المثال أؤمن دائما بالنهايات السعيدة سيكون هناك الكثير من المشاكل والمخاوف سيتم اختبار الناس لكنني أود أن أعتقد أن الجميع سيكونون سعداء في النهاية الحياة صعبة بالفعل أحاول التعايش مع هذا الاعتقاد ربما لهذا السبب أنهي مقالاتي دائما بنفس النهاية لا تتوقف أبدا عن الإيمان بالمعجزات تبدأ الحياة حيث ينتهي الخوف كيف يبدو كأنه جملة بسيطة لا تخف يا سيدي ذهب أكثر حسنا هذا سهل كما يقال أو مكتوب بالطبع لا ولكن حتى لو تمكنت من إنهاء المخاوف التي نحملها داخل أنفسنا فعلينا تحقيق طريقة للبقاء على قيد الحياة أو العيش معهم يقول إذا كنت تعيش في خوف فأن تشاهد الحياة فقط لأن بغض النظر عن مدى صعوبة العيش مع هذا الشعور الذي نشأنا عليه علينا أن نفعل ذلك وإلا فإن حياتنا ستنزلق من أيدينا وسنصبح مجرد متفرج للقصة التي سنكون فيها الرصاص ابتسم لمصيرك انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات